أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تملك الآن منشآت رياضية تليق بمكانتها وشعبها وأصبحت لديها مدينة أولمبية عالمية لاستضافة جميع البطولات والمسابقات الدولية طبقا لمعايير الاتحادات الدولية جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال إعلانه افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة نحن من سنوات قليلة مضت كان المكان اللي موجود اللي احنا موجودين فيه ده كانت أرض فضية خالص وكان حلمنا ان احنا يبقى عندنا يعني منشآت رياضية تليق بمصر وبمكانتها وبشعبها وكان حلم والحمد لله رب العالمين خلال يمكن خمس سنين بقى موجود كل المنشآت اللي احنا بنحلم بيها لمدينة أولمبية ممكن يعني يتم فيها تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية طبقا لكل المعايير بتاعت الاتحادات المختلفة نحن نتكلم مش بس على هنا الفروسية النهاردة لا نحن نتكلم كل المسابقات كل الرياضيات المطلوبة موجود لها منشآت تليق بهذه المسابقات المسابقات على المستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر